سيدنا سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم بكل ما هو جميل كجمال قلوبكم أيها الطيبون ترجمة نانسي قنقر أيها المحترمون أيها الإخوان الأخوات الأصدقاء المغاربة والأشقاء العرب والأجانب مرحبا بكم في قناة مشاريع المغرب نزولا عند رغبتكم ونزولا عند شريحة رغبة شريحة واسعة من المتابعين شوفنا آخر أخبار آخر أخبار فندق الكاروسيل ومال الأنيق والجميل والإيكولوجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ملحبا برغبة شريحة واسعة من المتابعين ملحبا بطاعة من المتابعين أخبار من المتابعين أترجمة نانسي قنقر الاستراتيجي المطل على المحيط الأطلسي المطل على البحر يا سلام فمرحبا بكم مشاهدين الكرام إذن مشاهدين الكرام كانت واجدوا في مدينة الرباط حي عقوب المنصور على الطريق الساحلية يد لغداء افتجاه المركب الأمير مولا عبد الله والطريق السيار الرباط هنا مشاهدين الكرام تبعتوا معنا هذا المشروع الكبير هذا مشروع كبير التابع لمجموعة إمكان المغرب والتابعة أيضا للمجموعة العملاقة العقارية الكبرى الإماراتية إمكان وما أدرك ما إمكان هنا هنا أحد المشروع الذي يقسم ثلاثة الأقسام الأول والثاني والثالث المشروع الأول الذي هو هذا أمامكم مشروع لوكاروسيل مول تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله السياح دائرين حالة الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاليالكورج دائرين عندنا نفس لو لم تكن بلد الأمن والأمان ما تلقاها ومشي هنا على شك يجيو هنا شنو السبب التي تخليهم يجيو هنا لأنها أرض الاستقرار أرض الحمد لله التي تخرج وتسارى تأكل تشرب الحمد لله اللهم لك الحمد رأى الليس خان على رأسه أبو يدير شي حاجة ما شئ يعني المهم مشاهدين الكرام أرجعوا لموضوعنا النقطة اللولى ينقسم ثلاثة مول سياحي وهذا أمامكم تجاري وترفيهي وقاعة سينمائية مركب سينمائي أطلس هذا قد ينطل المعلوم إن شاء الله النقطة الثانية اللولى النقطة الثانية من هذا المشروع لكاروسيل فندق دخم وهو أمامكم هنتكلمو ولولا والثانية والثالثة وهو المشروع السكاني راه هو مشروع آنيق جميل فخم أبوها منعوش لكم مشاهدين الكرام طلب نورمية على البحر المحيط الأطلسي يعني شقاق هذا شجير الطب الرفحية المهم سنتكلمو دابا ونشوفو الفندق تبعتم معنا من أول يوم الفندق الأشغال كبرات ضخمة سالة يعني البيطان ونشوف تنظم سالة ودابا لا يمكن رؤية بيروتيك لذلك يدخل إذا تبعتم معنا الأشغال من اليوم الأول حتى اليوم حتى اليوم حتى لدابا ودوزنا في رمضان تقريبا دابراجي إلى عشر أيام تبارك الله مع فريق سوجيا وتبعتم معنا الأشغال وكما تعرفون الأشغال يتحرك حرقية رأس من البطن ودازو لاحظوا معي بيروتيك وكما تبعون بيروتيك وكما تبعون الانسطلات وكما تبعون وكما تبعون في الفندق ماشا الله إذا أمام الماني بيروتيك وكما تبعون هذه المعدات وكما تبعون متحية الفريق وكما تبعون بيروتيك هنا معلم الله أعفوك لها هذا يدف 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 ماشاء الله هذا فندق مشاهدين الكرام يتكون من خمسة النجوم فندق أقل ما يقال على أنه محظوظ يطل على المحيط الأطلسي فندق رجال الأعمال والخواص والإداريين أشغال حاليا على الفينيسيون الخدمين عليه ماشاء الله هذا الفندق يتكون من طابق جوج ثلاثة أربعة ولزنالو تحت منه خمسة وعاد الأرضي تقريبا الخمسة الطوابق يبالي تقريبا إذاً مشاهدين الكرام أقل ما يقال أنهم فناثوا به تبارك الله حتى الشكل فارد من نوعهم الأول من نوعهم بهذا الشكل في المغرب تبارك الله بالله أنا رجبوا مع السلام سوف أضعها حاليا المكاون لن أتكون هاير سكاني هادي أوه فولفو حياهم الله تحيير شوفرية ماشاء الله لنا مشاهدين الكرام واحد استراتيجيا وضع المغرب لا أخذني هذا الناس بعض الأشوائية أطار واحد أطار عام وهو تنظيم كأس العالم من هنا أطل 2030 تنظيم المغرب مجموعة المحاور أساسية طرقية وإعلامية وتكنولوجيا وسياحية وفندقية التي تدخل في إطار السياحة أطلقية تجد نتجول لنها المركب الأمير مولي عبد الله أفريقيا وعندما أطلق تكون لديك فنادق يوجد شرائح مختلفة كمكة رجال أعمال ومع المرات ومع المرات ومع الحكومات ومع البيتات الدبلوماسية وقنصريات يوجد فنادق جاهزة في مدينة الرباط لتحتاج عملية التنقض تكون قريبة الماتشين أو الجتماع في مدينة الرباط يجب أن يكون الفنادق في مستوى عالي هذه السياسة التي أخذتها الدولة على أن يكونوا فنادق من المستوى والمصنفة ما شاء الله الزندبخ الثاني على الفينيسيون هنا البطول الكبير والطق الكبير سعلا هنا يعملون على الداخل المعدات التي تدخل يجب أن تصيبها وتركب الفساد هذا الفساد يمكن أن يكون مقاولة أخرى أو سجيع لا يوجد علم يركب النوافيد والأبواب ما شاء الله هذا هو نعطيه مشغر هنا يكونوا ناضين فاتش هذا هو مطل مثل ما صراحة هذو اللي غيكونوا شدين في الشرف هذه الشرفة هذي للفوق ويكونوا يشوفوا جيد البحر ويكون لديهم منظر رائع وجميل جدا هذا هو جانب من البحر مشاهدين الكرام هذا الموقع هذا الموقع إذا الشقاق سكني سكني لكتلكم مشاهدين الكرام فعلا سيكون عندهم واحد من امتياز وهو أنك أمام البحر مباشرة منظر جميل ورائع يعني شقاق الناس اللي اخذوا هذا ما مكان الحال فهو سيكون تجربة فريدة من نوعها اللي غيستخدمنا مدى الحياة هني أنها تسكن كن حييهم و الفندق هو أمامكم أيضا عنده حتوى شرف في البالكون رائعون مخدامين عليهم حاليا اللهم باركة إذا مشاهدين الكرام هذه بعض الصور متعلقة بهذا الفندق وطلاء دو كاروسيل وهذا أمامكم الذي يشارف على الانتهاء إن شاء الله نظلم هنا شهرين بعد تغيير الأمور بحول الله متحية لفريق عمال مستخدمي أطور وديركتور وكل فعاليات فريق السوجية اللهم باركة اللهم باركة نظرة عندك سمال الفندق لاحظوا هناك المسبح أمامكم هم اللهم يعملون عليه حاليا فريق العمال مستخدمين هناك مستخدمين هذه مستخدمين هذه الواجهة الشرقية للفندق للفندق والحوض المائية ومخدمين عليه هنا طلبا إذا المشاهدين الكرام حاولنا نقربكم ما أمكن من هذا الفندق الجميل والأنيق تابع لمشروع لوكاروسيل المغرب هذا أخوكم سيموا من قناة مشاريع المغرب إن شاء الله في فيديو المقبل سننجزوا لمول الأنيق والإيكولوجي أول مول بهذا الشكل على الهواء الطلق أنت تقدم في الهواء الطلق وليس فوقك مباني كي المباني ولكن سيكون عنده خاص يبجراد الحضائق إن شاء الله كما سنشوفه في الفيديو المقبل السودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذا أخوكم سيموا من قناة مشاريع المغرب يحييكم إلى اللقاء يا أصدقاء